من السودان الخرطوم طبعا مراسل القاهرة الإخبارية محمد إبراهيم محمد ما هي آخر المستجدات فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري والبنود المتعلقة بالحكومة المدنية وهذه التفاصيل الجديدة لو تطلعنا عليها إذا تفضلت مساء الخير عليك ومساء الخير على كل مشاهدي قناة القاهرة ما تزال الاجتماعات للقوى السياسية الموقعة للاتفاق الإطاري مستمرة حيث يناقش المجتمعون قضية اللجنة إزالة التمكين وهي قضية مهمة جدا خاصة وأنها تجد اهتمام كبير من الشارع السوداني النقاش يتركز حول مؤسسيتها وبالإضافة إلى عملية جرد حساب للفترة الماضية واستراتيجية عمل لجنة إزالة التمكين المجتمعون أيضا أكدوا على أن عمل لجنة إزالة التمكين سيستغرق وقتا طويلا أو سنين عدد وبالتالي الورش اليوم كانت مكثفة جدا خاصة وأنه من المتوقع أن تخرج هذه الاجتماعات التي ستنتهي يوم غد بتوصيات ويتوقع أن تكون هناك مفوضية للجنة إزالة التمكين وبالتالي يتوقع أيضا بعض المصادر أن تكون هناك عضوية جديدة الأعضاء القدام سيكونون مساعدون لهذه اللجنة أيضا هناك قضايا أخرى سيتم نقاش فيها أشكرك محمد إبراهيم مراسل قاهرة الإخبارية من الخرطوم أشكرك محمد إبراهيم مراسل قدر